أستاذ حسن عايزة أسأل حضرتك مش عايزين نرجع للماضي يعني الصحيق ولكن مهم إن إحنا نقرأ الماضي في ضوء الحاضر اللي إحنا بنعيشه عشان نستشرق المستقبل يعني الأستاذ شعبان اتكلم فكرة إنه الأنظمة السابقة لم تجروا إنها تيجي ناحية الأجور كانت بتحاول تسكن المواطن بعلاوة وعارفين كلنا جملة العلاوة يا رايس والحاجات اللي كان بتحصل دي وقتها وفكرة الدعم وواوة وإلى آخره حضرتك بتقيم إزاي ما كان يحدث في السابق والنهاردة التفرة الكبيرة اللي حصلت من إصلاح اقتصادي صحيح تحمل عب كبير جدا المواطن فيه لكن النهاردة قادرين نشوف نتيجته هنا الفرق إن عندما تمتلك الدولة رؤية واستراتيجية وتكون محددة الأهداف ومحددة الفترات الزمنية والهدف منها تحسين مستوى معيشة المواطن وتغيير شكل الحياة المواطن ده النتيجة اللي احنا بنتكلم فيها فكرة الإصلاح الاقتصادي والإصلاح الهيكلي اللي تبناته الدولة من منذ خدوم فخامة سيد رئيس عبدالفتاح السيسي إلى مقاليد الأمور في 2014 هو ده اللي بدأ الدولة تجني سماره حاليا اللي هو فكرة إيه أنا كنت تحويلي الاقتصاد المصري من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد إنتاجي واقتصاد الريعي اللي هو كان يعتمد على اللي هو مثلا عوائد السياحة وعوائد مثلا قانس سويس ولكن وفكرة الاقتصاد الإنتاجي أن الدولة تبقى منتجة بالفعل ورأينا زيادة حجم الصادرات وبالتالي هنا أصبح الدولة قادرة على أن هي تعطي للمواطن أو تمنحه جزء من إنتاجه وبالتالي تحسين مستوى معيشة المواطن هو انحياز واضح وصريح لفخامة السيد الرئيسة فتاح السيسي للمواطن وأصبح هناك رؤية ومتسعة تؤكد على الواقع أن المواطن سوف يجني تبعيات ما تحمله في السنوات السابقة إلى أن يعكسها في حياته في الأيام المقبلة وبالتالي عندما يتم هذه القرارات التي صدرت هي جوهرها وفلسفتها أن المواطن يجني ما بدأه من إصلاح اقتصاد القرار والأجر وزيادة حجم الأجور هي رؤية تتبنىها الدولة وفقا للمخططات سواء كانت على الأمد القصير أو الخطة المتوسطة للمدى وبدأ فعلا إعداد لها مع قدوم فخامة سيد رئيس عفتاح السيسي وكانت هذه القرارات التي المتعلقة بالأجور هي تتناسب مع فترة مع الفترات التي تتناسب مع زيادة حجم الإنتاج الأهم بقى أن هذا التوقيت في ظل العالم كله يعني لا يجرؤ أنه يزيد يعني يتخوف من تبعات جائحة كورونا هناك الدولة المصرية تحقق معدل نمو إيجابي ومعدل نمو مرتفع أيضا تعمل على تحسين مستوى معيشة المواطن لأن المواطن عندما أو الأجر الوظيفي الذي سوف يحصل عائل الموظف هو إنعكاس سوف يستفيد منه كل المجتمع وليس فرض أو موظف بعين أو شريح معين عندما يتوجه الموظف بإنفاق هذه المبالغ في داخل الأسواق المصرية سواء كان يتوجه إلى شراء أي لوازم حياة يومية سواء سلع معمرة هو إعادة تدوير الإنتاج وإعادة تدورة الرأس المال أو هذه الأموال في داخل السوق فبما ينعكس على كل المجتمع المصر فإذن هذا القرار هو جوهر حقيقي وإنعكاس لما كان يتحدث عنه فخامة سيد رئيس عفتاح السيسي والدولة المصرية في السنوارات السابقة من عملية الإصلاح لأن عملية الإصلاح ليس هي قرارات بعينها ولكن ليس عملية قرارات مثلا إصلاح بيئة تشريعية وبيئة إجرائية وإنما هو الإصلاح هو إصلاح إعادة تغيير منظومة الاقتصاد بكله بشكل أوسع بما يمس مصلحة المواطن النهاردة فكرة الاستثمار في المواطن وهذه من ضمن المخططات التي يجري فيها لأن عملية إعداد الخطة عندما يتم إعداد الخطة هو قد تبدو بالست شهور قبل إقرار أي لأن مع العلم أن في 1 أبريل أو خلال شهر أبريل سوف يتم انتهاء تقديم مشروع الموازن العام للدولة إلى البرلمان للتصديق فإذن ما هذه الأمور القرارات التي ظهرت هو كان توجيه من فخامة سيد رئيس حفتاح السيسي للدولة المصرية هي تنحاز إلى بند تحسين مستوى معيشة المواطن طلع سيد مختلفة